شركات دايماً تشتغل لتعمل أرباحها وتنمى وتنمى الأسواق وتتنافس مع بعضها ولكن أيضاً في إلى دور بتنمية المجتمع والاهتمام المجتمعها ومحيطها وبقتها بهالحفلة تعطينا اندفاع جديد وأمل جديد بأنه لبنان ما ممكن ولا بلحظة أنه يبطل يبرو أنه يبطل يلمع أنه يبطل ينجز كل سنة بيكرم المبدعين والبلد ورجال الأعمال بهالوقت بالذات أنه نضوي على الأشياء الحلوة اللي عم بتصير في لبنان الأشياء السوشل والإيكانوميك اللي هي عن جد بتميز لبنان عن غيره معودين كل العالم أنه نحن نطلع لقدام ونحن نتخطي الصعوبات بإيجابية مطلقة أهمية لهذا اللي بان طبعاً الإضاءة على هالنخب الفكرية أو الأشخاص اللي بالفعل عندهم نجاحات كتير كبيرة أثبت بأنه عام البصابات مهمة على مستوى الاقتصاد في كل العالم فرصة أنه نضوي على أعمالهم نضوي أنه هيدا هو لبنان يلي لبنان يلي نحن نفتخر فيه ثمت في لبنان مبدعين وقادرين ورجالاً يتميزون بالعطاء بالكفاءة عاصمة الشرق فيما يتعلق بالنهوض الاقتصادي بالنشاط الاقتصادي عم نشجع فكرة عم نشجع وطن يصير في إبداع للناس عندهم نجاحات بمهنهم ويمكن أكثر ناس بيكون عندهم شغلوا ألمام تايعطوا نتيجة بحس أنه دايماً فيه هيك جانب عم بيكون مهمول بتصور هني هيدا الشي عم يحملوه عكتافهم عم يفرجي نتائج لبنان نتائج شخصيات لبنانية شو حققت خلال السن الماضي فدايماً اللبناني بناء هيدا لبنان لبنان رجال الأعمال لبنان الاقتصاد والازدهار جاي بعد أزمة وكان فيه يعني من أسبوع بس كنا عايشين بقلق على الليرة على وضع الاقتصاد الموضوع مش بس اقتصادي نحن بالبلد في عنا اقتصاد يجب أن يراعي كمان للحالة الاجتماعية أهميته كمان أنه مستمر منذ سنوات وصار تقليد وصار محبة سنوية سابتي قررت انقل هيدا الإفنت بالكواليتي التي عيته والكونسب كامل على سلطنة عمان نعمله بمسكت وقرد اخدنا الفرانشايز اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 بس الخير نلتقي الليلة في احتفال لا يأتي خارج السياق فالأزمة التي هزت السياسة في لبنان وتشعبت مفاعلها بحاجة إلى تطويق كي لا تنفلش أزمات في الاقتصاد والمجتمع وهذا ما تفعله مبادرتنا الليلة لتوجه إشارات أكيدة إلى العالم مفادها أن في لبنان مجتمعا قادرا على الصمود ومواجهة كل أنواع الصدمات مهما كان شكلها ومضمونها أهلا وسهلا بأصحاب المعالي والسعادة الفعاليات الاقتصادية الإعلاميين الحضور والمشاهدين الأعزاء حفل سوشال أكونوميك وورد يتم بشهادتكم أنتم عامه السابع في لبنان ويتأهب لانطلاقة أولى في الخارج وفي ذلك دلالة على نجاح مشروع راهن على الإرادة والعزم والتضامن وهذا ما يفعله اللبنانيون عند كل أزمة وضيق ليست فرست بروتوكول الأولى في إطلاق مبادرات من هذا النوع لكنها تميزت ولا تزال في تقديم مشهدية رائعة تحكي قصصا فريدة عن لبنان الذي لا ينقهر ولا يسقط وإن تعثرت بعض خطواته هي جرعة أمل نزرعها كل عام على أمل وصول الخلاص الحقيقي للبنان بداية هذا الحفل مع أصحاب الدعوة أخذا على عتقهما العناية بالمسؤولية الاجتماعية في لبنان لأنهما يؤمنان بأن تعزيز الثقافة يؤدي دورا مهما في الارتقاء بالمبادرات الخاصة نحو مستوى معايير المجتمع الدولي منذ سبعة أعوام يرصدان معا ومعنا مشاريع في المجتمع اللبناني يضيئ عليها على العدوى تنقل الإيجابية إلى آخرين وهذا ما جناه لبنان بالفعل لا بالقول كلمة فيرس بروتوكول مع ثنائي بلعا فيولات ومرون مساء الخير أعزاء الحضور والمشاهدين رقم سبعة اللي هو علامة النصر كان إلا بهالسن السابع للحفل محفز لنتخطى حواجز كتير مرأ فيها لبنان واللبنانيين واخيرها كان الاستئالة المدوية لتعالجت من قبل المسؤولين بروية وحكمة شركة فيرس بروتوكول من 18 سنة ولحد الليلة ما قدرت تستقيل من دور الاقتصاد الاجتماعي رغم كل الصدمات اللي بتوجهها لأنه أثبت التجارب والنتائج أنه اللي عم بيبقى لبنان هو مؤسساته الدستورية وقوى الأمنية وأيضا المبادرات الفردية لهي مثل العجايب بزمن الأزمات مش أول مرة منعيس بالضيقات وصرنا نعرف كيف نتخطاها ونكمل لأنه الحياة صمود لأنه الحياة للقوي وللي عنده أمل ببكرة وهيدا لبنان يلي منعرفه ويلي عشنا فيه ورح نبقى فيه ونسلمه لأولادنا بعد سبع سنين طورت سقافة المسئولية الاجتماعية بالمجتمع اللبناني فتحولت مبادرات هاتفة ملتزمة المعايير ومبتصفة بالشمولية والطوعية وفقيا تمددت لتخرج من إطار المبادرة الفردية إلى فريق العمل بالشركة والمؤسسة وهذا اللي بيضمن استمرارها لتؤتي سيمارة على المجتمع والاقتصاد والوطن رقم سبعة هو علامة النصر اللي بعزز الأمل واللي سمحنا نحتفل اليوم بالعام السابع لحفل Social Economic Award المولود من رحم شركة First Protocol اللي بتبلغ السنة سن الرشد التفاعل والاستمرارية هما شعارنا لجبه الصعوبات وقد أتحالنا أن نحصد خلال الأعوام لـ 18 من عمر First Protocol نجاحاً أهلها لإطلالة أولى على العالم الخارجي وهنا نحن نستعد للخروج بحفل السيعة إلى سلطنة عمان لنؤكد ريادة لبنان في نشر لسالة المسئولية المجتمعية ومن سلطنة عمان التي قطعت أشواطاً بدورها في هذه المسيرة نتطلع إلى موطئ قدم في أوروبا حيث سنختار محطة تشكل همزة وصل ما بين الغرب والشرق لتعميم تلك الثقافة الفريدة من أجل خير المجتمعات لقد نجح حفل Social Economic Award في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المسئولية المجتمعية بفضل من آمن فدعم شكراً لمصرف لبنان بانك عودة بانك الموارد بلونبانك أس جبيال أف أن بي سفادي فونديشن اتحاد الغرف اللبنانية كريا بيكس بيروتينج وأرب إيكونوميك نيوز وأيضاً الشكر إلى المضيف الدائم للحفل كازينو لبنان ومحطة الامبي ولا ننسى لجنة التحكيم لهذه السنة ولكل من ساهم فيها في الأعوام الستة الماضية ولكل من سيشارفنا بالاندمام إليها أيضاً في المستقبل هو ما زال الراعي الأول للثقة والاستقرار والنمو عينه على القدرة الشرائية للمواطن بعد عام تدخمي غير اعتيادي مبرر ومرر أعباء ضريبية طارئة دعمه للقروض المصرفية غير محدود والهدف حفظ صمام الأمان الاجتماعي من هندساته تعرفونه وتعرفون أيضاً حجم احتياطيه الأجنبي وتالياً قدرته على حماية ليرة يقول مطمئناً إنها مستقرة وستبقى مستقرة إنه حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سليمي متمنى التوفيق لفرس بروتوكول لسنين لقدام المقارمة المواضيع الاجتماعية مطلوبة وحاجة بلبنان مشان هيك هالاستمرار والمهنية اللي بيّنت عنا فرس بروتوكول سمحت له أيضاً إنه تلاقي هالاهتمامات وتستمر مصرف لبنان دعم القروض اللي تنعطى للسكن وللقطاعات الانتجية كما إنه وضع إطار لتمويل اقتصاد المعرفة الرقمي منه هالشي عم يفيد المجتمع اللبناني لأن أدى إلى خلق وظايف وشركات جديدة وقطاع اقتصاد المعرفة صار قطاع جديد إلو حصة بالناتج المحلي بلبنان والمصارف قامت بما يقتضي لمواكبة مبادرات مصرف لبنان لأن ما ننسى إنه هالكروض صحيح مدعومة بنحيث الفوائد من مصرف لبنان وإنما مخاطرة وإدارتها هي على مسؤولية المصارف مصرف لبنان مستمر بالسياسة نفسها وهالسياسة هي بتعبر عن إرادة وطنية وبتعبر عن إجماع على الصعيد الرسمي اللبناني لأن استقرار سعر صرف الليرة أمر مهم للاقتصاد وللاستقرار الاجتماعي اللي عم نحكي عنه وكونا مع الوقت الإمكانيات كونا السئة أيضا كونا بعض التقنيات اللي بتسمح لنا نضلنا مسيطرين على الأسوات وبعتقد إنه الأمور السياسية كانت دايما إلى أصارة على نفسية العالم على تصرفهم بالسوق المحلي واضح إنه الوحدة الوطنية موجودة وهيدا شيء مهم جدا وفخامة الرئيس قام بمبادارات جمع كل الأطراف السياسية لبنان سبق ومر بهك مراحل لشان هاك وقت اللي منعمل السياسة النقدية ونحدد معالمها نحن عم ناخد المعايير الاقتصادية والمالية ومناخد أيضا معايير المخاطر السياسية ونكون دايما عم نستبق الأمور ونكون مستعدين للمفاجأات فيها تصير يعني اللي عم بتعملوا بفرست بروتوكول هو إنه تستمر بظروف صعبة وهيدا واقع لبنان وواقع كل اللي عم يبادروا بلبنان أو عم بقوموا بمشاريع وبعتقد هالأمر هيدا شنهار الأمور بتصير طبيعية ولكن بتكون اللي تأسس بتأسس بظروف صعبة قدر يتابع وينجح أكثر هو من أهل هذا البيت رافق مسيرة سوشيال ايكونوميك أورد منذ أولى خطواتها عضوا حكيما في تقييمه العلمي والموضوعي من نشاطه في عالم الاقتصاد والاتصالات أطلقه طموحه نحو سبر أغوار الشأن العام ليدفع الجمهورية إلى خارج الكهف بحسب عنوان أحد مؤلفاته شكرا من القلب لكل جهد خصصه لنا ولكل اهتمام بذله ولكل مساهمة عززت نجاح هذا الحفل وجعلته رائدا على مستوى الوطن والعالم نستهل حفلنا بتخصيص نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة العامة دولة الرئيس غسان حصباني بتكريم خاص لم يأتي إلى الشأن العام مصادفة فالمسؤولية الاجتماعية رافقته في خطواته المهنية منذ تنقله بين بيروت ولندن والخليج وأيضا منذ كان عضوا في لجنة تحكيم لأكثر من دورة من موقعه كنائب رئيس الحكومة وكوزير للصحة يمارس قناعاته بحرية ضمير فهو الإبن والزوج والأب الصالح والمسؤول الذي يدرك أن قيمة المجتمع هي في قيمه وأخلاقه ومبادئه اشتركوا في القناة مساء الخير يعني حقيقة مفاجأة كانت كتير حلوة لما عرفت بهالتكريم هيدا لأني وكبت هذا الحدث لعدد سنوات وأنا فعلا بعتبر حالي من أهل البيت عادة لما يتكرموا الشركات والمؤسسات والأفراد يلي ساهموا بالمسؤولية الاجتماعية كان يبقى عنا معايير كتير قاسية وشديدة لتكريم صعبة المهمة ولكن وجهت كلها المؤسسات والأفراد بالاتجاه الصحيح والصواب نحو المسؤولية الاقتصادية الاجتماعية التي تبني اقتصاداً ومجتمعاً متطوراً ومسؤولاً ما بعرف منين بدي بلش الشكر بس طبعاً بدي اشكر كل يلي ساهموا بوصولي إلى حيث أنا اليوم بدءاً بوالدي وإخواتي الأكبر مني ووصولاً إلى زوجتي وكل من يحيط بي ويحبني وساعدني على تنمية شخصيتي وقدراتي وطبعاً لو أتيت نعمة نطقي بالشعر أو بالنثر ولو أعطيت بحراً من الكلمات والعبارات لا يمكن أن أؤدي شكراً كافياً لكل هؤلاء فأكتفي بكلمة بسيطة وهي شكراً وأيضاً أخص بهذا الشكر صديقي العزيزين فيولات ومارون بلعة على هذا التكريم وشكراً لجميعكم بطلب من دولة الرئيس نائب رئيس مجلس الوزراء يبقى معنا لأول تكنيب من قوس المحكمة خرج إلى رأس الهرم فكان النقيب الأصغر في تاريخ نقابة عريقة ببراعة ترافع عن الحقوق المهضومة وتطلع إلى أبعد خدمة لأبناء مجتمعه انتقل إلى الشأن العام ممارساً عقائده الفكرية الرفيعة في رئاسة الرابطة المارونية محامن، خطيب، نقيب، وقيادي صفات جمعتها خبرة الحياة في شخص واحد استحق التكريم عن فئة لبنيز فرسناليتي إنه الصديق العزيز الأمير سمير أبي اللمع سليل عائلة عريقة كتبت صفحات من تاريخ لبنان وتميز رجالها بالإقدام والكرم برز في المحامات مدافعاً عن الحق والحرية خطيباً ومحاضراً في القانون متمسكاً بقسمه انتخب عام 1991 نقيباً للمحامين بالتزجية وكان الأصغر في تاريخ النقابة تابع مسيرته رئيساً للجمعية اللبنانية للتحكيم ورئيساً إقليمياً للاتحاد الدولي للمحامين وعض في إدارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعض في المجلس الأعلى للتحكيم وأستاذاً محاضراً في كليات الحقوق ورئيساً للرابطة المارونية خلال ولايته دعا إلى نبذ الطائفية والعبور إلى الدولة المدنية حيث الكفاءة هي المعيار حاز أوسمة نقابية محلية وعربية وانتخب لست سنوات رئيساً لجمعية حاملي أوسمة الاستحقاق الفرنسي ومنحه الرئيس فرنسوا أولاند وسامة جوقة الشرف الأستاذ سمير أبي اللمع اشتركوا في القناة خمسون عاماً وسمت المحامات سنية عمري عملت خلالها إلى جانب زملاء نقباء المحامين دفاعاً عن المسلمات التي قام عليها الوطن كان لبنان جوهرة الشرق وملتقى الحضارات فلا تقع عيناك على الشأنين الوطنية والقانونية إلا وترى هامات رجال صنعوا تاريخ لبنان أما الآن فهل نيأس؟ أبداً لن نيأس الغد نريده طريقاً طريقاً منيرة من وراء الحيرة والقلق لأن ما كان لبنان في السياسة وأحقادها بل في العلم وسماحه في احترام الدستور في الخلق والإبداع محدًا خطواته ليثبت للعالم أن صدى هذا الوطن الصغير لا يتناسب وحجمه الصغير نعم هو بلدٌ صغير وصغيرٌ جدًا كما قال يوماً ميشيل شيحة ولكن شعبه كبير فشكراً للصديقين فيوليت ومرون والمؤسسة التي يرعون على الالتفاة التي خصون بها وبورك سعيهم الدؤوب إلى إبراز وجه لبنان الحقيقي الصادق الجميل المتألق في العديد من الميادين وللحضور الكريم المميز أقول أجمل الأشياء أجمل الأشياء أن نعيش في لبنان الذي نريد التراب فيه كتاب تاريخ ويحمل لنا فوق ذراعيه فجر يومٍ جديد وشكراً هو مكرم معنا الليلة ولكن عميد المكرمين دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غصان حسباني والمكرم التالي عم بتعوّض على الشغلة أكثر من الإعلام إلى الشأن الاجتماعي أرادت أن تترك بصمات في جمعية ناشئة نشاطات زرعت الفرح والأمل أينما حلت وبدلت معالم عاصمة الشمال وألبستها ثوب الحياة رغم يناعتها نجحت الجمعية حيث حلت رائحة البؤس والفقر في تأكيد فعالية التضامن لفعل المستحيل وترجمة الأحلام إلى واقع اختارت لجنة التحكيم هذا العام تكريمة جمعية أكيد فينا سوا ومنحها جائزة Preservation of Identity and Heritage ندعو رئيسة الجمعية ومهندسة نشاطاتها السيدة فيولات خير الله الصفدي لتسلم الجائزة تحدي وحلم انطلقوا من واقع كل واحد فيه بيشوف نفس الأشياء بنظرة مختلفة الحلم مشاركة الفرح بوجه الحزن الأمل بوجه اليأس المساواة بوجه التمييز أما التحدي فكان إنه نكون سوا سنة مرت على جمعية أكيد فينا سوا والإنجازات كانت أكبر من التوقعات مشاريع تحققت أولى ترابلوس مدينة الأعياد مدينة الفرح فتحت إداية للزوار من كل لبنان خلال أعياد نهاية العام وفازت شجرة السلام والعيش المشترك بالتصويت كأجمل زيني بلبنان مدينة الفيحاء خلال الشهر الفضيل استقبلت أكبر وأول معرض لصور الأثار النبوي حول العالم وتصدرت كل الإعلام اللبناني والعربي مشروع نبض الحي اللي جمع 300 طفل من التباني وجبل محسن والإببي تحت رأية الموسيقى والتنوع واللي جارب التعاون مع أوشا الحلم اللي بدأ مقلو نهاية فالتحدي الجاية رح ينقل كل العالم لميناء وأسواق وشوارع الفيحاء وأكيد فينا سوا نحقق المستحيل اشتركوا في القناة شكراً فيولاتو مارون على تكريم جمعية أكيد فينا سوا وشكر كتير كبير ومن القلب لأهيلة طرابلس لدعمونا وآمنوا بعملنا وخادوا معنا وخادوا معنا تحدي لإطلاق طرابلس مدينة الأعياد للعام 2017 ومتل ما شفتوا حمد الله نجحنا ستين ألف شخص بظرف أسبوع ووسائل إعلام لبنانية وعالمية حولوا المدينة لمحط أنظار بعد ما كانت بالأمس القريب مدينة معزولة لبنان اليوم على مفترق طرق ومستقبله وهويته بخطر وبما أنه نحنا شعب بحب الحياة وبناضل مهما اشتدت السعاب منتمنى على كل مسؤول يتذكر ويتصرف ويقرر ويوضع لبنان فوق كل الاعتبار بعيدا عن الطائفية والانتماءات الخارجية لأنه التاريخ ما رح يرحم وبحب ذكر بالآخر بما أقول كتير معبرة لجبران خليل جبران بتقول وكتير بتذكرنا ببعض الأحيان في لبنان الويلة لأمة مقصمة إلى أجزاء وكل جزء فيها يعتبر نفسه أمة وشكرا في السياسة له باع طويل جعله رقما مميزا في المعادلة وفي الإعلام له صولات وجولات فهو ابن المهنة يعرف كيف يسير ويسبر غور الكلمة ويعرف كيف يطوعها في سبيل الفكر إلى هواية التصوير الأحب إلى قلبه وتوثيق تاريخ لبنان والمنطقة في صفحات قيبة يملك حسا اجتماعيا مرهفا ولا يعبر فقط عما يكتنزه في الداخل حيث تفضحه ابتسامة ابتسامة وخجل أو الحناءة تقدير أدعو معالي وزير الوزير غازي العريض لتسمية المكرم الثاني الحفل الكريم اسمحوا لي أولاً أن أوجه واجب التحية لفيولات ومرون وفريق العمل على ما يقومون به دائماً وسنوياً في عملهم الخاص وفي تنظيم هذه المناسبات التي تجمعنا لكن التحية لهم جميعاً في هذا العام هي تحية استثنائية لأن ما مر به البلد من مرحلة استثنائية ومحنة الإصرار على تنظيم هذه المناسبة هو إصرار على التأكيد أن في لبنان مبادرين وأن في لبنان إرادة وطنية قوية صلبة قادرة على تجاوز كل المحن لذلك بوركت هذه الأياد وبوركت الأصوات التي صدحت بالوحدة الوطنية التي أتمنى أن تبقى راسخة فيها ومن خلالها تجاوزنا متاعد المحنة التي مررنا بها آمل أن نتجاوز أيضاً بهذه الوحدة الوطنية تداعيات وارتدادات ما شرى هكذا نؤكد أن لبنان كان وسيبقى قوياً بوحدة أبنائه وإرادتهم هذا هو لبنان الذي لا بديل لنا عنه في لبنان مدينة جمعتني بها علاقة توطدت وتطورت إلى حد التكامل منذ بداية حياة السياسية وصولاً إلى مسؤوليات حكومية في مجالات عدة لسيماً في التنمية طرابلس التي كرمت إحدى جمعياتها الآن من خلال زميلة وصديقة هي الزميلة فيولات ثمت في طرابلس رجال يتمتعون بالإرادة والمحبة لأهلهم لبلدهم لمدينتهم لمنطقتهم عملوا على الخير فزرعوا أوتاد المحبة والخير والعمل البناء القوي لتحصين المدينة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأهلياً بمعنى الحرص على الوحدة فيها وعدم التمييز بين كل أطيافها من هؤلاء الرجال دبوسي من نوع آخر زرع فيها كل الخير لنزع دبابيسي الشر هذا الدبوسي أتمنى له كل التوفيق إنه توفيق دبوسي رئيس غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس والشمال تفضل أنت مكرم بين أهلك وأحبابك في لبنان طرابلس عاصمة لبنان الشمالي هو الشعار الذي حمله ليسير بغرفة طرابلس والشمال إلى بر الأمان دور كبير حمله لطرابلس من غرفة حاضنة للاقتصاد والمجتمع والملاذ للجميع شكلت التنمية الشاملة هاجساً له فبحث عن حلول لها في سلة واسعة من البرامج وركز على البنية التحتية للمرافق العامة بحثاً عن فرص عمل جديدة وكل ما يعود بالنفع على دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لم يرضخ يوماً لما يمر به لبنان من ظروف معوقة للتنمية والنمو سخر جهوده لتحديد متطلبات إعادة إعمار سوريا لأنه يؤمن بأن الانطلاق ستكون من طرابلس صاحبة الموقع الاستراتيجي للبنان والعالم العربي لكل هذا حول الغرفة مطبخاً اقتصادياً يشاع حركة منها إلى قلب الشمال الأستاذ توفيق دبوسي ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 مساء الخير رافعة لبنان ودعم لبنان الاقتصادي سيكون من طرابلس أو من عاصمة لبنان الاقتصادية هذه المبادرة التي وافق عليها وتبناها دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شكراً فيوليت ومارون هذه الجيزة بهدية لزملائي أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس وشميل وشكراً من قلب الدفوماسية الأوروبية ومن بلد الفنون والحضارة والأنقة أطل الحقوقي والكاتب السياسي والمالي ليكلف في لبنان مهمة رعاية موقع بلاده وعلاقاته ويتوج أداءه دوماً بما يؤكد على استقرار لبنان وحظ مؤسساته سفير نشيط يعرف لبنان أكثر منه وهذا ما قاده إلى تكثيف اتفاقاته ومشاركاته في شؤون لبنان الاقتصادية وشجون التنمية المناطقية والقطعية أتفاقاته ومشاركاته مهارة موسيقى سنورة رجل مراتي لنهر المادر مراتي مراتي واحدة من المفترسات سيطر في المنونيوين with his own unique ways in diplomacy. He succeeded in representing a different image of Lebanon. His fingers drew stories and taste and emotion made all in Lebanon. He walked into the famous world and attracted the greatest Hollywood stars. A unique brand name and a house dedicated for luxury, he promoted Lebanon in the world in its best ways. The winner of the category Branding Lebanon is the famous Lebanese fashion designer Mr. George Chakra. تختصاصه بشغافه الأول وهو تصميم الأزياء الذي حمله إلى العالم مع ظوقه الرفيع وأناقة تحيكها أنامل رشيقة. في الثانية والعشرين افتتح أول دار أزياء قبل أن يتوسع نحو عواصم المودة مخترقاً مجتمع المشاهير حيث ألبس إيلان ميران تيرا بانكس بيونسي وأخريات. تصاميمه غازة هوليوود ومنها The Devil Wears Prada لميريل ستريب الذي رشح لجائزة أوسكار عام 1994 أسس أونة جروب التي تملك علامة جورج شأرة وافتتح في الألفين وسبعة صالته الخاصة في باريس قبل أن يطلق خط للملابس الجاهزة في نيويورك عام 2009 منذ الألفين واثنين يعرض ضمن أسابيع الموضة في باريس مصمم الأزياء اللبناني العالمي جورج شأرة ترجمة نانسي قنقر مساء الخير بدي تشكل السوشال أكنوميكا وورد والفورست بروتوكول ومدام وفيوليت ومسيو مارون بلعة على تكريم الليلي الموضة بديقول أنه منا متعة بس للعين ولا الجسم الموضة إلى مردود اقتصادي كتير كبير على البلد اللي بتنبع منه حسب الفاشن يونيتد تقدر قيمة سوق الملابس بالعالم بحوالي ثلاثة تريليون دولار من الصناعة العالمية لبنان إن شاء الله بيطاقاته وإمكانياته ممكن أنه يحصل على قصم من هذه الأموال ويضخها بالاقتصاد لأنعيشه المطلوب مننا نعمل بجهدك أكبر كبير حتى تبقى بيروت عاصمة الموضة بالشر الأوسط كمان بدي أتشكر للاكيب اللي بيشتغل معوه بخص بالذكر شريك تيبوسي بنت جيني جوان رانيا هايفا مينوش وكل الموظفين والأيادة الذهبية اللي بتحول سكتش من على ورق لقطعة فنية رائعة بتشكركم حفلنا مستمر من كازينو لبنان وعبر الام تي في منتابع لوحة غنائية تؤديها كلاريتا دي كريوز وفرقة الكوليغراف هذه عواضة ترجمة نانسي قنع 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 نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع نانسي قنع ترجمة 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 نانسي قنع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسؤولية كبيرة قياسا بحجم المبادرات والأفكار والمبادئ التي قامت عليها لجنة تحكيم Social Economic Awards نتابع هيدا الإفنت العظيم يلي عم نعمله بلبنان صنعنا سابع سنة برعاية First Protocol الهدف الرئيسي بالعمل اللي عم نقوم فيه هو نخلق ثقافي على صعيد المجتمع اللبناني لأنه أهميته كيبنا نخلق هالعلاقة بين الإنسان المواطن بين المجتمع وبين المؤسسات فعلا لرجل الأعمال بس يدير الشركة بهموا يدير ريسورس طبعا وأهم ريسورس عنده إياها هي الطاقة البشرية تا يقدر يدير هالريسورس لازم يقدر يعمل مع هالطاقة البشرية الأفضل تا يخلق لها مناخ اجتماعي ومناخ عمل يقدر يخلق منها أفضل انتجية حب هني First Protocol على استمرارية هيدا النشاط السنوي الذي يكاد يكون الوحيد على الصحة اللبنانية اللي بيصلت الضوء على المسئولية الاجتماعية في لبنان من الأفضل ان تكون الدولة هي عم بتحط جايدلاينز يعني عم بتحط تصور وحاجات للمجتمع طبعا اللي نحن عايشين فيه حتى تقدر الشركات توجه كل المساعدات اللي هي بتا تعملها وكل السوشيال رسوليتي اللي هي بتا تقوم فيها نحن عايشين بعصر الأزمات والتحديات والأزمات بدا حلول ولنقدر نلاقي حلول مناسبة لازم يكون عنا فكر إبداعي فبالتالي أنا بدعي كل المؤسسات العامة والخاصة أنه تبلش تنشر ثقافة الإبداع والابتكار وتبلش تطبق الإبتكار كقيمة مضافة بدعي أنه الدولة اللبنانية تخلق هيئة وطنية لـ CSR هالهيئة الوطنية تكون برعاية القيمين على فرس بروتوكول لخبرتهم الكبيرة خارج وداخل لبنان لازم كمان نشارك بخلق بيئة فضلة لمجتمعنا من خلال إنماء السوشال خاصة اليوم أنه كافة الشركات الأجنبية لما بدأ تجي تمضي عقود مع الشركات اللبنانية عم بيكون فيه بالعقود وبأغلب العقود بند ينص على المسئولية الاجتماعية يفرض على المؤسسات بناء مشروع أو وحدة للمسئولية الاجتماعية داخل المؤسسة في دول مثل مصر فور اكزامبل عاملين جايدلاينز للشركات عطينهم حوافز ممكن يخصموها من التاكسز تبعهم أهمية الـ SEA Award Event هو أنه عم يدعم ويكرم الإبداع والابتكار والإبداع والابتكار هو يلي بيخلي أنه الناس تتطور بفكرة المؤسسات تتطور وبالتالي البلد يتطور أهمية هذا العمل بنكون نحنا فعلاً قربنا هالمسافات الكبيرة يلي بتبعد المجتمعاتنا الإنسانية والمواطن طبعنا عن المؤسساتنا المنتجية منكون عم نبني بلد أفضل لأولادنا عم نخلق بيئة أفضل لإنتاجية أفضل لبلد أفضل ونفس الوقت إذا منشوف كمانا كيف الدولة فيها تساعد يعني على المثال أنه نحن منحوض غرامات على الساير مثلاً إذا نحن نشتغل كمانا مثل الدول المتقدمة بيصير هذه الغرامات بدلاً ما يدفعوها نقدي بيصير فيه يعطونا مقبيلة Community Work أهمية الإبداع والابتكار بالمؤسسات هو أنه بيخلي الموظف ياخد المبادرة أو يطلع بابتكارات كلياً جديدة نسميها Breakthrough Innovation لدفع عجلة الابتصاد نمو الابتصاد بالبلد ولتطويره الشخصي كمان كموظف لابد أنه نرفع الصوت عالي اليوم للضغط على السلطة التشرعية والدولة اللبنانية لفرض قوانين على المؤسسات العامة والخاصة لتكون المسؤولية الاجتماعية فرضاً وواجباً وليس خياراً بركي هايدي السقافي منطورة على صعيد مؤسساتنا التربوية والتعليمية لأنه شو بيمنع أن يكون في عنا كورات تنعطى بالإيجازة والمستير إلا علاقة بالـ CSR خياراتنا الأساسية هو عن جد أن هالـ CSR تصير جزء من تفكيرنا جزء من عطفتنا وجزء من سقافتنا اليوم ليس وزيراً تقليدياً يفخر بنضاله من أجل الحق والقضية ويقيص المنافع العامة بميزان الصائق فهو على رأس وزارة يرتفع منصوب حساسيتها كلما تغيرت برصة الاستقرار والأمان في لبنان مهمته تغيير صورة الواقع السياسي والأمني وإظهار صورة لبنان الحقيقية يجول ناشراً رسائل جمال ومحبة وسلام من أجل تعاون يترجم طاقة بشرية تغذي الاقتصاد بإرادات إضافية لإعلان الفائز ندعو وزير السياحة أبيديس جوديان إلى المسرح مساء الخير أنا ما رح بحكي عن الأسبوعين المرأوا رح بحكي عن الأسابيع والأشهر اللي جاي رح بحكي عن لبنان حب الحياة ورح بحكي عن لبنان أهم وجهة سياحية بالمنطقة ورح بحكي عن لبنان يلي رح ترجع منارة الشرق ومع عم بحكي هيدا الكلام تأحكي شعر عم بحكي هيدا الكلام واقع الحال وعم بحكي هيدا الكلام من منطق السائح الأجنبي والغربي يلي شايف لبنان لؤلؤة ونحن بحاجة كل يوم نمسحها ونرجع نلمعها وهذا كل شي مطلوب مننا مبتكر الخدمات المصرفية في لبنان في سعيه إلى خدمة زبائنه خصص الهم الأكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمانا لدعم يكفل التمويل عبر حلول مصرفية شاملة لأنه يؤمن بأن ذلك يتيح لتلك المؤسسات توسيع أعمالها من خلال منتجات مناسبة تحفز على تطوير الاستثمار فيها يسعدنا تقديم جائزة اسميز إنيسياتيف إلى بنك عودي ندعو مدير العمليات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السيد حسن صباح لتسلم الجائزة اشتركوا في القناة 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 اعتمدت عليها دول لتعزيز الاستثمار والسياحة في عالم الانتاج السينمائي والتلفزيوني هي الرائدة واحد اللاعبين الكبار الذين يصدرون الفكر والحضارة والتاريخ نجاحاتها تجعلها مفخرة وخطواتها قادتها الى ملتقيات عالمية حيث رفقها لبنان ايضا جائزة ناشنال ايميج الى شركة صباح اخوان وندعو رئيس مجلس ادارتها السيد صادق الصباح لتسلمها صباح اخوان الشركة اللبنانية الرائدة عربيا في مجال الانتاج التلفزيوني والسينمائي منذ خمسينات القرن الماضي شكلت انتاجاتها الدرامية طوال 64 عاما انعكاسا لرؤيتها وهدفها في تطوير هذا القطاع والارتقاء به الى مكانة عالمية لصباح اخوان نجاحات عززت مكانة الدراما العربية عبر انتاجاتها في لبنان ومصر كاراميل الشحرورة قصص الانسان في القرآن الحصان الاسود وعائلة الحاج نعمان اعمال حصدت نجاحا كبيرا اقليميا اصداء النجاح ترجمت عالميا مع دبلجة سامرة وتشيلو الى الاسبانية لعرضها في امريكا اللاتينية الهيبة شكل عنوان حلقة نقاش في ميبكوم سوق المحتوى الترفيهي في كان لتحليل نجاحه غير المسبوق وستخصص له جلسة نقاش في مهرجان دبي سينمائي هذا العام صباح اخوان اليوم في عهدة الجيل الثاني ورؤيتها تنطلق من تكريم الماضي وتعزيز المستقبل موسيقى 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 وحقيقة أنه الواحد عندما يتشكر بهذه المؤسسة يجب أن يفكر بالشخص الذي يوقف حده مدى هذه السنين تشكر مرتي الذي وقفت معي بالسراء والضراء ويختم بالشكر لكي لا أطول على الأستاذ زياد بارود يحكي بشكل سريع بدي أتشكر الحقيقة جميع الأعضاء عائلة شركة صباح بالقاهرة وبيروت فيهم دورنا ننجح ونستمر مسؤولين نكمل معكم النجاح وإن شاء الله بنقدر نعلي اسم لبنان أكتر وأكتر متل ما شفتوا بها الريبرتاجة الصغير الحمد لله رب العالمين متل ما التركي المصنف التركي صار موجود عالمياً نحن بلشنا المصنف اللبناني ينوجد كمان عالمياً إن شاء الله نقدر نستمر شكراً شكراً وراء كل رجل عظيم امرأة هذا هو القول الشائع ولكن معه يمكن القول وراء كل امرأة عظيمة رجل متميز أيضا من على رأس وزارة مستحدثة للمرة الاولى في لبنان يفخر بكونه مدافعا اول عن المرأة رفيقة الدرب والشريكة في العائلة والوطن تواضع وقيم ورثها من العائلة ومرسها في حياته العسكرية سابقا قبل ان يسبر غور السياسة وبحرافية متميزة وزير شؤون المرأة جانو جاسابيان مساء الخير هو منغمس في القطاع الاجتماعي فله مبادرات هادفة صوبت مسار الثقافة والفنون والرياضة في لبنان ولصلابة ايمانه تمكن من تزيين كاتدرائية سانت باتريك بأيقونة مارشاربل ترجم ايمانه في استراتيجية مصرفه فطوعه في خدمة الشباب جائزة تيوس امباورمنت تمنح إلى بانك سوشيتي جنرال في لبنان على مشروع مجمع انتوان نبيل صحناوي الجبال في الايو جبال نيابة عن السيد انتوان صحناوي الموجود خارج لبنان ندعو مسؤولة قسم التواصل في البنك السيدة جوانا بلوبلو ومدير الجامعة الدكتور جوزيف جبرى لتسلم الجائزة سلامة العقل من سلامة الجسم هي حكمة تجسدت بلقاء جبرين لتولد مجمعا رياضيا لن يتحول فقط منصة نقاش وحوار وطلاق بين الشباب بل سيساهم في صنع مستقبل لبنان بتمويل 7 ملايين دولار وبمساحة 9000 متر مربع أراد رجل الأعمال والمصرفي أنتون صحناوي المبتكر وصاحب الرؤية أن يترجم إيمانه بلبنان وبالاستثمار في الشباب وبالقدر على تحويل السلبي إلى إيجابي مبادرة تتوج تطلعات الشاب الذي ترعرع وسط عائلة ناجحة في عالم الأعمال والسياسة والمبادرات الإنسانية وتكل النجاحاته المتعددة في المجال المصرفي والسياحي والعقاري والإعلامي وتعبر عن مبادئ تضع الرياضة في موازات التعايش والتضامن مبادرة أهداها إلى الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو وتلقفها الدكتور جوزيف جبرة ليوفر للشباب مساحة تكسر ما بينهم من عزل وحواجز من أجل انسهار رياضي وتعايش فكري وثقافي مجمع أنطون نبيل صحناوي الجبائل في الألئي جبيل مبادرة خلاقة وفريدة تستحق التكريم مساء الخير أن يمنح مركز أنطون نبيل صحناوي الرياضي في حرام جبيل في الجامعة اللبنانية الأمريكية لقب أفضل مشروع لهذا العام فهذا يعني ببساطة أهمية العامل الرياضي في تكوين الفرد القادر أن يكون قائدا ليوم غاد فبالعلم الذي توفره جامعة الالي يو للنشأ اللبناني الطالع وحرص أنطون صحناوي على إلاء الرياضة اهتماما ودفعه في اتجاه توفير المقر الأمثل لها لتطوير الطلاب ومقدراتهم نكون الإنسان اللبناني الساعي إلى التكامل ذهنيا وجسديا إن هذا المشروع يصح أن يكون مثالا تقتدي به كل مؤسسات التعليم العالي أملا في الوصول إلى سياغة أفضل للطالب للإنسان اللبناني ليكون مؤهلا لتحديات المستقبل هذه أهمية جوهر مبادرة أنطون صحناوي في كل أبعادها وطنيا واجتماعيا وتربويا وهنا أهمية المشاركة في صون الوطن وتوفير الكادرات البشرية التي يحتاج إليها لبناننا الحبيب باسم الليو واسم شخصيا أشكر لأنتون صحناوي مبادرته وأشكر للاس اي اي تقديرها شكرا هو من الوزراء النادرين الباحثين دوما عن إنجازات علمية ذات منفع عامة كيف لا وهو اختبر عضوية المجلس الوطني للبحوث العلمية وصاحب براءتي اختراع وأستاذ جامعي ورئيس قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيك في الجامعة اللبنانية وكاتب مقالات وتقارير علمية إنه الوزير طلال الساحلي تفضل مساء الخير للجميع بدي أشكر الصديقين فيوليت ومرون على تشريفي بتقديم من سوف أقدمه وبيدي أقول أنه بسنتهم السامعة هايدي عم بقدوا عمل جبار وهذا ما كان ممكن يكون إلا نتيجة صلبتهم وقدرتهم على الاستمرارية وإرادتهم الصلبة مثل إرادة كل اللبنانيين اللي تجلت بالوحدة الأخيرة اللي شفنيها كل ما سوا لأنه يؤمن بأن السياسة هي في خدمة الشأن العام فضل توسيع الخطى نظراً للمنافع التي حققها مشروع زرع اللبنانيين في أرضهم بقاء اللبنانيين في أرضهم من قرنة شهوان إلى بقاع الأرض أطلق مبادرة تحولت نشاطاً دائماً وجمعية تتولى بالتعاون مع يو اس ايد إرشاد المزارعين وتوجيههم من أجل ضمان حسن التصريف فئة رورال ديفلوبمنت تمنح هذا العام إلى السياسي ورجل الأعمال سمير عبد الملك رئيس جمعية فير تريد لبنون قليل تفضل سياسي بامتياز تعاطى السياسة بمعناها النبيل خدمة للإنسان الذي خلقه الله على صورته له تجربة سياسية وحزبية كبيرة بدأت منذ أيام الجامعة مروراً بمحطات سياسية كثيرة طباعة الحياة الوطنية عام 2006 أسس مع مجموعة من الأصحاب جمعية فير تريد لبنون التي ما تزال تعمل منذ 11 عاماً على زرع اللبناني في أرضه عن طريق تسويق إنتاجه في الأسواق المحلية والخارجية وتأمين دخل عادل ليعيش بكرامة عملاً بالمبدأ تريد دونت ايد فكانت المشاركة في معارض متخصصة في لبنان والدول العربية والأوروبية وأخيراً في الولايات المتحدة رجل الأعمال والسياسي ورئيس جمعية فير تريد لبنون سمير عبد الملك موسيقى 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 مثلاً خير مثلاً بالأزمات الوطنية الكبيرة بيبقى أنه إضاءة شمعة خير من لعن الظلمة شكراً فيولاتو مارون بلعة على تظهير مبادرات مجتمعية ناجحة تواجه مسيرة من التقييس ومن قتل المعنويات أهدي هذا التكريم إلى شعبنا الطيب خاصة إلى أجيالنا الشابة لتجدد إيماناً بلبنان وصيقطاً بنفسها ولا حتى تنخرط بالحياة السياسية لأن الحياة السياسية مهما شابها من شوائب هي عمل نبيل يستحق أن نلتزم به وهو عمل أخلاقي بامتياز كما أهدي هذا التكريم إلى جمعية فير تريد لبانون وهل فريق عمل فير تريد لبانون هذا الفريق المتجانس الذي حمل هموم المجتمع اللبناني منذ 11 سنة ولليوم كما شفتم بهالشريط الموجز نحن من 11 سنة رفعنا الشعار نزرع اللبناني بأرضوه واليوم هذا الشعار تطور تنقول بدنا نصدر إنتاجنا تنوقف تصدير شبابنا شكراً مجدداً والشكر الأخير إلى عائلة الصغيرة إلى زوجتي وابنتي لمشاركتي بهذا الحلم اللبناني الجميل شكراً اعلامية رائدة حملت الرسالة وجعلتها شعلة ومنارة حولت وكالة الإعلام إلى مصنع أخبار بات مرجعاً رائداً في الصدقية والدقة فيما ينشره من أخبار وإلى الخارج تطلعت لتشبك علاقات مهنية أهلت لبنان لموقع ريادي لطالما احتله في عالم الإعلام Women Empowerment هي الفئة التي اخترتها لجنة التحكيم لتكريم مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان صعب اعلامية من الطراز المسؤول ارتقت درجات سلم النجاح درجة درجة مثابرة دائمة الحركة واسعة الطموحات اخترقت حصون الجنس الخشن مستندة إلى خبرة وكفاءة وريادة أحدثت نفضة في الوكالة الوطنية للإعلام توجتها بالاحتفال عام 2011 بليوبيل الذهبي وافتتاح مكتب أستراليا وإطلاق اللغات الفرنسية والإنجليزية في العام 2009 والإسبانية في 2015 وحولتها قلبا نابضا ومرجعا يقينا للأخبار هي إعلامية وأم أيضا متآهبة دوما لشكوى زملاء ولنشطات فتحت أفاقها للتعاون في الخارج وحاضرة لإدراج اسم لبنان في المحافل الدولية الإعلامية لورس ليمين صعب الأعلام هو السلطة الرابعة وهو مسؤولية ولكن للأسف إعلامنا اللبناني اليوم عم بيعاني من أزمات إن كان على صعيد الحريات أو على الصعيد الاقتصادي أنا اليوم بدي أعدكن إنه نضل محافظين على الحريات أكيد مع التشديد على الأخلاقيات الإعلامية والموضوعية والدقة بنقل الخبر ثانيا بهمني أشكر كثير فيولات ومارون بلعة وأتمنى لهم النجاح ولشركة فرست بروتوكول كل التقدم والنجاح بسنة السابعة وإن شاء الله رقم سبعة بيكون النصر لإلكن للتقدم أكتر والنجاح أكتر واسمحوا لي أني أهدي هالدرع لعائلة الصغيرة زوجي وولادي يلي وقفوا حدي حتى أنا وصلت ونجحت وكمان بهمني أشكر وإهدي هالدرع لمعالي وزير الإعلام الأستاذ ملح مرياشي يلي وقف حدي بأصعب الظروف ودعمني وكان الحاملة إلي وأنا كتير بقول له مارسي وشكرا لألكم نترككم مع لوحة غنائية بتأديها كلاريتا دوكيروز وبفرقة الكوليغراف هذه عواضة وخشعر اشتري قلت cries اشتري قلت بكيروز فالنجاح أكتر اشتري قلت بكيروز موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر سبع سنين من عمره بيختصروا حكاية وطن حدد هويته الاجتماعية بحفل فريد بيحمل رأية الأمل والتفائل سبع سنين لـ Social Economy World بدقيقة وحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لذا اخترنا له أن يكرم مجموعة توزع الأمل ببسبة تشبه تفاؤله الدائم بالمستقبل ندعو صاحب القلب الكبير ابن البقاع الوزير محمد رحال مرهف في أحسيسه وأحلامه ترجم ما لمس من تاريخ بلاد وسيرة مجتمع بعين ثاقبة ومنظار مختلف من مغتربه القريب عاد ليسطر النجاح تلو النجاح ناقلا قصص الحياة على طريقته روائي ومخرج ومنتج حمل لبنان إلى أعلى المحافل الدولية الفائز بجائزة هيمان ريسبونسيبليتي هو المخرج السينمائي في ليب عرق تلجي منذ صغره كان الطيران بعيدا حلمه تحقق الحلم فحلق حاملا لبنان إلى العالم مخرج كاتب ومنتج له أكثر من أربعين فيلما سينمائيا ووثائقيا اختارت مواضيع حساسة كالهوية والهجرة والسفر بعد 12 عاما في فرنسا عاد وأخرج أول فيلم له في وطنه البوسطة احتل المرتبة الأولى عام 2006 وعرض في عشرين بلد تحت القصف نال أكثر من 23 جائزة ميراث فيلم بات مرجعا تاريخيا لمدارس أوروبا عن تاريخ لبنان آخر العنقيد اسمعي وأعطى دروسا في تخطي الصعاب المخرج السينمائي فيليب عرق تنجي مارون فيولات شكركم كثير مارسي كثير عن جد مارسي أنا بعتبر هالجيزة مش بس لإلي لكل هالي عمشتغل بالثقافي كل الفنانين كل الكتاب بس كنت عايش بفرنسا كنت اشتاق للبنان كنت أسمع فيروس كنت أسمع صباح كنت أسمع وديع الصافي كنت أكل تبولي وحمص ومتبل بريز ما كتير طيبين هون أحسن كنت يبعثوا لي إذا تتذكروا نحضر تلفزيون للبنان نحنا اللي بيميزنا بلبنان هي ثقافتنا هي الفيروزي صباح هي السينما يجب أن نذكر هذا الشيء يجب أن نذكر أنه ثقافتنا هي اللي بتميزنا نحنا كلنا وهذا التكريم لقلنا كلنا عم نجرب نوثق نحكي نخلي أرشيف ثقافي للأجيال الأدمية بقى عم بقول هذا الشيء تذكركن لأنه في كتير وزراء بيناتكن في كتير ناس بالحكومة في كتير ناسينا تذكركن أنه نحنا سوا لازم نحصن هالأرث الثقافي اللي عندنا هي تميغ تفي شكرا 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 هو من الوزراء الذين لا يتخلى عنهم الرأي العام وإن باتوا لفترة قصيرة خارج الصورة والمشهد الرسمية بصمات كثيرة تركها حين كان في مسؤولياته ولتزال في ذاكرة اللبنانيين يعودون إليها كلما اشتدت الأزمات وندرت الحلول حيوي الحركة حد الذكاء له فضل كبير في توليد مسلك قانوني للانتخابات والأمن الداخلي والإطفاء الكثير من الحرائق في السياسة والبيئة الوزير زياد بارود موسيقى مساء الخير عطوني ورقة لقراها بس ما كتير بعرف فقرة اللي مش أنا كتبتو فرح خليها عجلة طار مننا طار مننا بيتذكروا ميل جيبسون بدور ويليام والس بفيلم برايف هارت هيدا الفيلب حصد بالستة وتسعين بالأكاديمي أوردز حصد أربع أسكار باست تيكتشر باست ديركتر باست سينماتوغرافي وباست ساوند اديتينج ليلي معنا جمعي حصدت كمان باست تيكتشر بأفضل صورة لتضامن المجتمع اللي عن نياب البلد حصدت أفضل مديرين ما بدي قول مخرجين على مستوى الجامعية عرفوا يخدوها مطرح للازم حصدوا مشهدية منة سينمائية ولكن مشهدية رائعة من أطفال عم بيشفوا من أمراض القلب وأهم من هيك حصدوا كمان أفضل إدارة للصوت أو أفضل هندسة للصوت صوت نبضات القلب لأطفال شفوا وقدرت الجامعية تقدم لهم اللي بدونه يمكن ما كانوا معنا اليوم لجامعية Braveheart جائزة Childhood Health Care بدأ أدعي ممثلة الجامعية السيدة السيدة الشيلة أبو خليل تتفضل على المساعدة ترجمة نانسي قنقر لدينا جائزة عمقت للسفاق لدخل الوضع للحياة ترجمة نانسي قنقر بالنسبة لعامل المصاعدة سيئة حضرة ترجمة نظر لعالي عندهم بدونسة مستخدم المستخدم ت suck الأزم ومترات الحالية للمنزل ترجمة نانسي قنقر تقدمت في عدد 1.8 مليون في 2014 ويستطيع ترى على نعيها. المباركة إليس أجل لأي طفل الانجان في المسارقة. المباركة تقوم بتحيي الأجل في فضل المنزل. 100% من كل المسارة يأتي إلى نفس الهدف تأتي بغياء أمدنية المنزل لتفاق نفسي. المباركة تأتي لدينا في المنزل الأجل. where the surgical success rate is 97%. Hello, I want to thank the first protocol, the event, and Mr. Maroon and Violet Belha. And I'm sure the civil society, because we can't do anything here. After 14 years, we managed to reduce more than 3,400 children. And this was not possible for the civil society, and the public and the businesses and the companies that work with the braveheart, if it was a good thing or a good thing. So I'd like to go to the alone. And if you can ask me, I want to introduce the word Dr. Issam Arrasi. As an example of the medical school in the American League, this is a shame that you're going to be able to meet this treatment. بس قبلت اجي بشار أنه أنا كمان ساهم كرمكم لأنه أنا بشوف كل يوم نتيجة العمل اللي بتعملوا باسم أكتر من ثلاث طفل درنا نعلاجون آخر خمسة عشر سنة علنا أنا حبيت أشكركم باسم المركز باسم الأطفال باسم الجامعة الأمريكية وأكيد كمان بدي أشكر المجتمع يلي عم يسمح لجمعية الخارية تعمل تقوم بعملها حتى نحن نعمل واجباتنا كمان شكراً أكاديمي ناشط في البحث عن إنجازات العلوم يتطلع إلى تطوير الكفاءات البشرية والموارد الثمينة للبنان لأنه يؤمن أن الاستثمار الأفضل هو في الشباب جيد المستقبل الواعد والموعود لنهضة البلاد أحد أفراد عائلة سوشال إيكونوميك وورد وعضو مؤسس للجنتها التحكمية وصاحب الطروحات التطويرية بروفاسور نعيم عويني موسيقى 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 بدي وجه تحية إلى مؤسسات التعليم العالي بلبنان وخاصة للرؤساء والأكاديميين هلأ لح أرجع الأكيد الدوكيمون الموجود معي هو فرصة لتحويل المشاريع من أفكار إلى واقع ولعرضها أمام المستثمرين إذ يستهدف تحفيز الشركات الناشئة ويساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب في قطاع الأعمال أبصر النور في نيسان 2017 بعدما اقتنع مصرف لبنان والسفارة الفرنسية في بيروت بأهمية تلك الحاضنة يفوز هذا السنة برنامج سمارت إيزا بجائزة إنوفيشن ان تيكنولوجي ستارت أب ويتزهلم الجائزة مدير البرنامج السيد جهاد بيطال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 في هذا الإطار أريد أن أشكر مصرف لبنان عن جد إذا لم أخذ دور الدولة وإن كانت الدولة لن تأخذ دورة بمساعدة الشركات الناشئة لأنهم مستقبل لبنان نحن في SmartEza هذه السنة ساعدنا 29 شركة 29 مشروع يصيروا شركات ينشأوا ويكبروا هذا الشعر اللي مهم منها هو المئات الأشغال البكرة بدون ينخلقوا في لبنان وإذا تسمحوا لي كمان أشكر كل جامعة الإذا لساعدتنا بمديرة ستيفان أتالي أشكر الفريق اللي عبي يشتغل معي لأنه عن جد جانا، ميرا وزينب لأنه عن جد لما منهم لما كنا وصلنا وين نحن وصلنا وبدأ أشكركم جميعاً وشكراً نشكر حضوركم لحفل سوشال إيكونوميك أورز بعامه السابع طبعاً الموعد بيجدد العام المقبل تصبحوا على ألف خير نضعي كل الحضور للمنصة على وقع نشيد إنسانك يا لبنان موسيقى أرضك يا لبنان خذلوا راية المشد بتشوء أحلى الأوطان أورو بكل الأرض بطوّل عالم أنهوار بالمألو تاشع الغار متشوء أحلى الأوطان اتخلوا بكل الأرض ططول عالم أنهوار بل بالو تاشي الغار ما بتنسانك يا لبنان خذك يا لبنان صارت جاي للمشد تعالت جاي للمشد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة